قالت ستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالنيابة إن وفتي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 أحرز تقدما في محادثات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وأوضحت ويليامز في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لمحادثات غدامز أن أعضاء الوفدين كان في مستوى المسئولية مبدئية أملها في أن يواصلوا بنفس العزيمة والأصرار هناك توافق وتقدم ملحوظ توصل إليه الضباط العشر اليوم وهو أمر مشجع للغاية ومهم لنقل هذه الروح والمسئولية إلى الطبقة السياسية اللقاء تميز بشجاعة الطرفين الضباط ارتقوا بروح المسئولية الوطنية وهو ما نريد نقله إلى المشاركين في الحوار السياسي بتونس توقعاتنا بأن يظهر السياسيون في لقاء تونس نفس مستوى الوطنية والعزم والشجاعة التي رأيناها اليوم وكانت تأويليامز أعلنت عن انطلاق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 في مدينة غدامز وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن هذا الاجتماع يعتبر الأول الذي تعقيده اللجنة العسكرية المشتركة داخل ليبيا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جونيف وسط تفاؤل أممي بتحقيق تقدم نحو حال حالة الأزمة الليبية انطلقت في غدامز محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 بحضور الممثلة الخاصة للأمينة العام للأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني ويليامز لقاء غدامز يعد أول اجتماع مباشر للجنة المشتركة داخل الأراضي الليبية وذلك بعد أسبوعين من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عقب محادثات جونيف الاجتماع الذي سيستمر ثلاثة أيام سيناقش آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بما في ذلك إنشاء اللجانة الفرعية فضلا عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار بحسب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 ضباط رفيعي المستوى يمثلون القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني وتجري هذه المحادثات وسط إجراءات أمنية مشددة عدتها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بهدف حماية البعثات الدبلوماسية وتعاول الأمم المتحدة على هذه المحادثات لاستكمال الإجراءات النهائية لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل تمهيدا للعملية السياسية الشاملة محادثة غدامس سبقتها تحركات دبلوماسية مكثفة من الأمم المتحدة وأيضا من طرفي نزاع في ليبيا حيث التقت ستيفاني ويليامس الأحد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيك في إسطنبول لبحث ترتيبات ملتقى الحوار السياسي الليبي القادم في تونس واستبقت ويليامس لقاء غدامس بالتأكيد على أن طرفي النزاع في ليبيا أظهر رغبة كبيرة للعمل سويا وتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتجري هذه المحادثات في وقت تستعد الأمم المتحدة لعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية في التاسع نوفمبر الجاري الهادف إلى تحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني شكرا